تمام حصل الصداقة مع اطباق بشريين علمتهم وعلموني كلام ده مجبتوش من فراخ اصل لنتيجة ليا لحد من المعارف اه كان ليا صديق اه في الجلدية عالج حالة هو هو عالج بطريقته حالة مكتوب في الكتب مسبت في الكتب انها تنتهي بالوفاة زورت وزار نير زورتك متذكر حالة دي اه ايه اه قلتلو ايه دي يا دكتور ايه بقى تسألوا انا ايه الحالة دي اه تشخصها ايه قال لتسمم دواء تسمم دواء تسمم دواء عملت الدواءات ولا عملت لا دا عملت حاجة المريضة بقى كل صنط في جسمها بيعمل فقافيق اه بقليل التحبات اللي قال لن كسرت الادوية ضغط وصكر وحاجات كتير التسمم الدواء ضرب الجلد تمام قلتلو بس اهل المريضة اه حضرك قلتلوهم ساقوا الجلد كله بزيت بزيت ومقلتلوهم شنوع الزيت يعني عزفة من كده حضرك قدرت تتعالج ناس بالاعشاب او بطريقة الاعشاب اللي هو يعني ده مرض حاجة انا بحاجة بتقولي بفضل الله كنادي ايه وتموت لطبيب جلدية مؤمن بالاعشاب عالج المريضة بزيت من تسمم الدواء عشان مختلتش على بس الأرض لا لا اه بقول لك هو عنده علم قاري وفاهم فقلتلو اهل المريضة قالو لك زيت ايه قلتلوهم اي زيت حطوا زيت زتون فقلتلو قالو لك عندنا ممكن نجيب زيت لوزمر انا كنت عامل زيت لوزمر من الزبالة من زبالة المصانع جولي اهل المريضة عايزين زيت لوزمر سأساءوا للمريضة بناء على تعليمات الدكتور خمستاشر يوم تم ليها الشفاء والمراجع العلمية بشهادة بنت المريضة كطبيبة بشرية عارفة ان دي مسبتة في الكتب تسمم الدواء بالطريقة دي يجيب وفاة طب يعني معنا كده ان احنا بشمهندس نفهم ان الطب الاعشاب يقدر يعالج اي مرض في الدنيا للي يقره يعني اللي يقره طب وانا عارف منين انا كمشاهد او واحد ده عايز يقرر ان اللي موجود قصادي هو واحد ما بيتكلمش بمجرد وهمه بس بص حضرتك مفيش حد عندنا بيقره ورغم ان احنا قمت اقرأ مفيش في كل دولة في العالم من اول امريكا للمكسيك للبنان لمصر الا ما احتجت فيه تجارب شخصية لاطباء او ناس بشاعدين جالهم امراض شديدة ولقوا الكيميا مش هتديهم الشفاء النهائي مسكنات قروا وتم ليهم الشفاء وظلنا مشهورة مريم نور في لبنان اتعالجت من السرطان في كتاب قريته ابهار لامريكي طبيب امريكي 8 اسابيع للوصول لصحة مثالية عنوان الكتاب هذا الطبيب كان مريض بسرطان العظم ويشاء المولى ان هو طبيب عظم ويعلم ان السرطان اللي عنده ده انتهي بالوافق لما ارى كتب 30 وصفة 30 اسلوب في تغيير الحياة في السلوكيات الحياة توصل لأي مريض لأي شفاء سلوكيات بمعنى حضرب مثل السلوكيات او عطيت معديش حاجة في الحق التلفزيون او عطيت اسمع نشط اخبار كلها حروب وضرب وكلام من ده اقطع التلفزيون اقطع الاخبار السيئة وطع اي غم يعني اي غم طبع عشان نفسياتك تزبط ام لا وردك بالبيت والظهور ارمي كل الزيوت اللي عندك ومستعملش غرزية الزتون ان كنت مصادق مخاصم حد من قريبك صاحبه صلحه خبط على بابه بيصلح النفس والبدم تاكل كذا غير السرير غير المية انا جربت الحاجات بتاعت دي بتاعت اللي انا قريتها انا فوق الستين ما بشتكيش من مرض مفيش ندوة ولا مكان بحضر فيه الا ما اقول مين المريض المريض ارفع ايده قليقة فيه ناس بترفع ايدها اللي اتنين لان طب انا مش مريض عايزكوا تبقوا زيه لان انا كان جديتي معالجة شعبية في الريف لله ورسة من اللي قبل منها وكان اللي يشوفها سن ستين اديها اربعين طيب تجربة منها هي هو يعنيه معالج شعبي ده اسم اندصر من قصرة سرية كويسة في بيت محترم ورسة من والدتها نقعدة بيتها واخدة بالسمع بالسمع من اللي قبل منها تعرف ازاي تعالج دم برد او تعالج اللي انا عندي هقول لك حاجة الطب واقف اصادها بالستينات لين العظام للطفل جديتي خادت طفل بلين عظام حطيته في الشمس دهنت رجله زيت زاتون اتعدل العظم التقوص اللي كان موجود اتعدل الرقبة يمين الرقبة ده رايحة يمين وشمال كده ايه عارفين لين العظام اه لين عظام وقالت انا فهم انتو بتكلموا الفاظ بتقولوا الكالسوم الفسفور انا فهم الغزة بتاع العظم ده موجود في اكل ايه وبقيت عدي الطفل الاكل في وقت وجيس جدا زيت زاتون بدهنه للمكان اللي هو في اللين يعني دكتور وعرض الفخد للشمس